محمود فتح الله تكلم برضو بزاوية عجباني انت عجب الكلام فتح الله فيه اتزان والحقيقة وفيه عقلانية جديدة نشوف تشوف ماتش اللي جاي بتعيوم الجمعة ازاي صعب جدا صعب جدا حدث مهم ويمكن اول مرة في التاريخ يحصل نهاية المتولة يبقى زملكوا اهلي اول مرة تمنى ان احنا الحدث ده ما بحصلش خالص محصلش خالص فاول مرة يحصل فنستغل وما نخلوش يعد كده احنا مش كل سنة هيوصل لنهائي الزملكوا الاهلي مش كل سنة ده المرة في تاريخ تحصل فأتمنى ان الموضوع نحط قدامنا اسم الناديين وقبليهم اسم مصر يعني المشهد يبقى يتناسب مع اسم مصر فالشغل اللي كان الشهور اللي فاتت يمكن الدنيا هاية تأخر اسبوع الاسبوعين تعصب وده يجرح في ده وده يشتن في ده وده ينتقد في ده والناس عملة Яж PIWC اوه عا sociale اقول لك ايه خدق من الاعلام خدق من مسؤولين خدق من اللعيبة فهم القصة غلط فهم الحكاية كلها غلط حتى المسؤولين او الى في القنديا فاهمين القصة غلط فاهمين انهم هم او اللعيبة فاهمين انهم عشان يكسبوا الجمهور وزومين انهم لازم يغلطوا في النادي التاني اللي بينافس اللعبة اللي بتلعب بتحصل يعني الموضوع ده بحصل منها طبعا لكن اللعبة اللي بتطلت يعني نصيب الأسد في القصة دي فعايز يرجع للمشهد فيعملي أطلع النهاردة وعميده وأشتم فلان هكسب جماهير بتاعت النهدي بتاعي وهكسب أنه هتواجد على طول في الأعلام وفيه عميده وبرامج دلوقتي دلأسف للأسف يعني برامج بتطلع بتانشأ فكرة البرنامج إنهم يجيبوا ناس تغلط في مجرد نها تغلط أو ناس تشتم أو ناس تقول كلام خارج من اللي هو بيشد الناس وطرند وكلام ده طبعا محمود فتح الله يعني لمس على البرامج اللي عملت القصارة ده اللي احنا بنقول إن الأجوال من 15 يوم كده كان فيه حاجات عجيبة جدا جدا وكل واحد يقول لك الروح الرياضية وبعدين يخش للروح الانتقامية للروح الانتقامية للملح على الجرح إزاي يجنن اللي قدامه ودي عاديين نرجع لها بعدين لإن صناعة الفتنة مشت على نار هادية شوية ومستمرة فلجب كل واحد بقى قدام المسؤولين يشللت بصراحة عايزين ما فيش تعصب كل واحد يشيل للمتر ترجمة نانسي قنقر